السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحبابيكم شيوات حبيب الغاوي كنتمنى تكونوا بخير على خير اليوم شاء الله البنات نزولا على طلب بصف ديال المتتبعات غادي نزلكم اه دجاج ديال المناسبات بطريقتي الخاصة وصراحة كيجي واحد دجاج ليه والدي بصف اه يعني بشاهدة كل من داقو اه فقط تبعي معي الطريقة والمقادير تحضير هاد الوصفة ديال جوج ديال جاجة غادي نحتاج ليهم عندي هنا يربع ديال دروس ديال تومة اه البابة ديال نص حمضة مصيرة مع روبع ربطة ديال مع دنوس غادي نطحنهم زيان وهناي عندي نص معلقة ديال سكنجبير فقط معلقة صغيرة القليل من الملوين الاصطناعي لهو الخرقو وغادي يحتاج معلقة صغيرة ديال مروزية جاج والقليل من الابصار ومعلقة صغيرة عمام زيان ديال الخرقوم البلدي بالنسبة اللي ما بغاش تدير هاد الخرقوم عارك اه فما تديروش يعني ما شي ضروري فقط هو اه كيعطي لون الدجاج خاصة الى غادي نقليه وفي الزيت اما الفران فما كي يعني ما كيبانش فيه بالعكس يلا كيجي دجاج صفر اه المهمة البنات هنا يرقت الدجاج ديالي اه ليلة كاملة في ديك الشرمولة وهنا يخديت جوج ديال دجاجات ديال البصلات عفوان يكونوا متوسطين كنتحنهم في الهاشوار يعني ما تتحنوش بزاف فقط اه غير كنشلدو مرقاق باش ما جي نجي ديك المرقا فيها طريفة ديال البصلة ولا اه جينا واحد المرقلي هو خاتر وكتجي صافية اه هذا هو اه يعني اله هذا اللي غادي نحتاجه في البصلة هنا غادي نضيفو خرقوم جهد معلقة صغيرة القليم الابزار القليم اسكنجبير يعني راقدرنا التوبيل في الاول وما كنخويش ديك التوبي اللي كان مرقا فيها دجاج بالعكس كنضيفوها مع دجاج غادي نزيد البنت واحد المكوينين اساسيا في هذا الوصفة كيعطيبها واحد طيبة وحتى هدلو البسي بيسا ديك تعطينا واحد اللون للدجاج اه يعني كيجي غزال بزاف وحتى الريحة والماذاقية سلام ضروري منهما البنت دجاج بدون هدوي يعني ما كيعطيش ديك الريحة اللي كان شموه في العراسات وديك الطيبة وحتى النسمة هني اخذي دجاج ديالي راك نحاول انني نورك عليه جيه تصدر اه يعني باش بحالي كان هرسوه رجيه تصدر باش ما يتحلش لينا وغادي ناخد دجاج ديالي غادي نجمعها بهالطريقة هدي بالنسبة للبنت اللي ما يخافوش ان دجاج يتهرس لهم ولي كيخاف انها دجاج يتهرس لها فكت تحاول انها تصدو بشي خيط يكون من الاحسن خيط اللي كيجينا مع الخنشة ديال الطحين اولا يعني الكوردون اللي كيكون اه نقيه وغلط شوية صافي هدا دجاج ديالي بعد ما اه جمعتو بهالشكل هدا غادي نديرو فطنجرة وغادي نحاول انني نسد معاكم اه شي جاجة باش تشوفوا معايا الطريقة صراحة يعني ما كان سدوش يعني ما كان شدوش بالخيط وانما فقط كنجمع بهالشكل اللي شفته معايا اه فقط بجلدة لبنت ولكن را غادي نشارك مع المبتدئة ديالي هدي هي الطريقة بعد ما كان ندور على رجلين اه كان جيل مور ديك الجلدة وكنسد عليها بهالشكل هدا باش كتحاول ديك الجلدة كتبت على دوك الرجلين حتى ملكا نحيضو الخيط ما كانت تفرتش لينا دجاجة وديك الجلدة هي اللي كتشدو سافي غادي نوضع كل شي فوق النار بعد ما غادي نضيف عليه دوك المعرق اللي او ديك توبي اللي ترقد فيها دجاج سافي غادي نوضع فوق البوطة وغادي نخليه واحد تقريبا ما كان ملاش دقيقة وكان نحركو يعني مباشرة ما كان نغفلش عليه باش مينسكش ليه في قاعدية تجارة مره مرة كان بقا نحركو بالنسبة لها الطريقة اللي خفت ان الدجاج اللي صق لها جلدة ويتفرت فيها فكتدير دوك العنيقات مع انقيصات وديك الشرمولاء والزيت وكتدير كل شي حتى كيتشحر مزيان عاد باش غادي اضطيف المع وحتى كي يغلقت باش كتدير دجاج دي لها كتفادا هالطريقة دي تشحر لان شي شوية صعيبة خاصة ما تغفلوش عليها يعني بمجرد ما كتغفلو عليها ولا تنجرة عندكم مرقيقة فكتلصق الجلدة كيف ما شفتوا معايا هنا را لصقت لي واحد شوية انتو ما ديروا المعاد باش كتديروا دجاج بالنسبة لديك الطريقة كنديرها اللي كتكون يعني اللي كنتي كبيرة كندير المحتة كيغلقت باش كنوضع فيه دجاج حتى دجاج كيبقى محافظ على الجلدة وما كيترش لينا حتى انتو مايلا بغيتوا تديروا هالطريقة ديروها كندير دجاج ديالي بعد ما كنروي عليه وجوش كيسان ديال ما كنخليك كيطيب من ساعة لاروب حتى الساعة وانا كنت واحد سكين في جهة الصدر وجيت الفخادي لا خرج اللي ناشف كان عارف دجاج ديالي طيب وإلا بغيتوا انكم تقليوا بعد ما كتزولوا فكتقليوا اللي بغت الوصفة ديال الخلطة باش يجي هالطجاج محمر فحته في الفران راه تدير هالطريقة هادي اللي هي كتدير الواحد اللي معلقة صغيرة ديال مطيشة الحق مع نص معلقة دياله مطارد ومعلقة ديال زبدة وكتدهن به دجاج ديالها مزيان وكتخلوا الفران يكون مسخن من قبل مزيان وتنقص عليه العافية وكتخلي كيطيب على خطروح التكيت تحمر من جميع الجواني هنا هي المارق ديالي بعد ما ضفت عليه واحد حلقة ديال ما تشهد الحق كتخطر لنا المارق وضفنا الزيتون وكان نصفيهم وكان نوضعهم مع المارق ديالنا وكان نخليه والكيطيب وكان نقصوا العافية مزيان كان نخليه حتى كيختلينا دك المارق ودك الزويتك اطلع الفوق كيف شفته معي بعد ما طابلنا تجاجة دينا كيجي البنات بهذا الشكل هذا كنتمنى البنات يعجبكم وبالنسبة لها تجاجة البنات رأى مقليف الزيت ماشي دي الفران وحتى دي الفران رأى كيجيب ديك الخلطة رأى محمر وغزال بزاف فقط البنات تبعو النصائح بحل الفران اللي قلت لكم كتسخنوه من زيان والعافية تكون ناقصة ودجاج كيطيب على خاطره مره 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 كنقلبوه باش كيجيكم محمر بهذا الشكل هذا اللي بغت انها تفادى القلي فكيكون صحي احسن من القلي كانت من البنات اي وحدة ما فهمتش حاجة رأى تقدر ترسلني في الكومنتير وتكتب ليه وانا ان شاء الله رأى غادي نجاوبها يعني ما كنغفلش على حتى شي وحدة كتسألني على شي حاجة ضروري ما كنجاوب وبالنسبة المقادير اللي بغت انا نكتبها في صندوق الوصف رأى غادي نكتبها لكم كانت من البنات ان الوصفة دياليوم تعجبكم بزاف صراحة نراها لديدة ماشي كنشكره سوى انما يعني الناس كيشكروا الطريقة ديالي ودجاج كانت مني تعجبكم الوصفة وتشاركوها مع الاصدقاء والاحباب باش تعمل فائدة وإلى وصفة أخرى ان شاء الله